أنا استغربت إن هم كانوا يستخدمون كلمة السعادة أيوة أنا عارفة دايما الناس بتقول لي كده صح لكلمة السعادة إحنا ساعة نقول إيه الرضا لا الرضا حاجة والسعادة حاجة حقيقي لكن هم كلهم بيستعملوا كلمة السعادة وشايفين إن السعادة يعني هي مقام كمان يعلو الرضا دي بقى دي زي ما نقول إحنا دايما نقول في الأفلام نعم إنها سعيدة إنها سعيدة هتكون ستكون سعيدة يعني بالضبط حقيقي طيب الحاجة التانية كمان اللي هي فكرة إنه النفس محتاجها رياضة يعني زي ما إحنا بنعمل رياضة كده يوميا النفس البشرية من جوه محتاجها نشاط ورياضة يعني وده برضو هم يعني ما ينفعش نسيب نفسنا كده مغلقة علينا بالمشاكل اللي جواها حقيقي يعني هي فكرة الرياضة عندهم كلمتين إحنا بنستعملهم برضو اللغة بنستعملهم كل يوم بس هم بيستعملهم بطريقة مختلفة اللي هي رياضة والسياحة رياضة بالنسبة لهم زي ما بنعمل رياضة بدنية ودي حاجة على فكرة معروفة حتى قديما علشان العقل السليم في الجسم السليم هم عايزة إن احنا نعمل رياضة نفسية يعني نحاول إن احنا نتغلب على بعض الحاجات اللي هي شايفينها مش كويسة فينا نواجه نفسنا كل يوم بالليل كانوا نواجه نفسنا لو عندنا شوية غيرة من حد لو عندنا شوية حسد لو عندنا شوية غضب فنحاول إن احنا نتعامل مع المشاعر دي بصدق ومصدقية فده نوع من أنواع الرياضة احنا بنحاول إن احنا نحسن من النفس بتاعتنا دي الرياضة السياحة بالنسبة لهم هي فكرة إن أنا أخرج من المنطقة المألوفة بالنسبة لي أنا متعودة على منطقة معينة عايشة في بلد معينة لأ لازم أسافر حتة بعيدة شوية الناس مش عارفاني فيها شوية عناء وشقاء وفيها شوية وقت للتأمل بالزبط كده من المنطقة لأنا ببقى مرتاحة في هذه بالزبط كده بالزبط فأجرب نفسي بقى وشوف هعمل إيه مع الناس إلى أي مدى أنت بتشوفي إنه إحنا الأوساط الأدبية إيه التغير اللي بقى حاصل عليها لو إحنا بنتكلم عن الزمن بتاعنا على الأقل مثلاً في العشر سنين اللي فاتوا شايفة إنه حصل تغير شوية في الكتابات وفي التوجه في القراء أنا شايفة إن الناس بتقرأ أكتر يعني أنا بدأت طبعاً نشر في 2005 فبقالنا دولتي حوالي عشرين سنة فطبعاً في العشرين سنة دول أولاً عندنا فكرة يعني الإنترنت وفكرة الفيسبوك كل ده خلاً ناس بتتبادل الكتب بتتبادل القراء بتقرأ أكتر بتفهم أكتر لا فيه طفرة ثقافية موجودة في الوطن العربي كله موجودة في مصر كمان فيه روايات كتير طلعة حلوة بس فيه كمان كتب يعني الناس بتكتب كتب الناس بتقرأ الناس بتتبادل الأفكار فأنا شايفة إن ده حاجة يعني كويسة جداً لا طبعاً كويسة جداً فيه دور نشر كتير فيه دور نشر فيه منافسة حلوة وشريفة وجميلة بينهم بتطلع أعمال حلوة بتعلن عن أعمالها كل ده حاجة كل ده رائع وكل ده يعني فيه فايدة لكل البلاد العربية